عكس ما كان يجول في ذهن قادة إسرائيل بحرب خاطفة في قطاع غزة جاء طول استمرارها فاتحاً النار أمام الهيكل التنظيمي لجيش الاحتلال وكاشفاً لسلبيات فروعه المختلفة وعجزها عن تحقيق نتائج على رأسها تحرير المحتجزين وتدمير قدرات الفصائل العسكرية ومع تخطي حرب غزة لحاجز المائتين وخمسين يوماً استمر جنود الاحتياط في خدمتهم العسكرية كخدمة إلزامية وهم يشكلون 70% من قوامه كعادة إسرائيلية لدمج المواطنين داخل الجيش كقوة رئيسية به وعمود فقري له منذ تكوينه عن طريق تجميع العصابات كل هذا التخبط ارتبط بقانون التجنيد الساري داخل جيش الاحتلال الذي يشهد جنوده وضباطه ثورة مطالبات لتغيير بنوده بعد أن تم الاتفاق في إسرائيل على إطالة مدة التجنيد الإلزامي لستة وثلاثين شهراً بدلاً من اثنين وثلاثين خلاف آخر بين جنود الاحتياط يكمن في التصدي لمقترح مد سن نهاية الخدمة إلى واحد واربعين عاماً بدل الأربعين بالنسبة للجنود وستة واربعين عاماً للضباط الاحتياط وهو ما أفرز حالة تمرد كبرى يحذر منها قادة الجيش خاصة وأنها وصلت لأكبر تظاهرات ومصادمات في الشارع قبيل حرب غزة مباشرة الخوف من رد فعل جنود الاحتياط ازداد هذه الأيام داخل المجتمع الإسرائيلي مع إصدار أوامر تجنيد استثنائية لألوية المشاة في نطاق الجهد العسكري في شمال وجنوب غزة في ضغط متنامن على الاقتصاد والحالة المعيشية نتيجة غياب جنود الاحتياط عن العمل وعن نتائج الحرب أيضاً